أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أزلتنا والمبين ركّل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تفسير الدناو أسعد الناس تقي يتغنى بالكتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الطالب الكرام مشاهدين الكرام اليوم نلتقي معكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة أخيرة من حلقات أحكام التلاوة أحكام تلاوة القرآن ولهذا لما نقول الحلقة الأخيرة يا جماعة من فهموش بأن أحكام تلاوة تحبس هنا ربما نكون تجاوزنا عن بعض الأحكام ما تكلمناش عليهم ربما نكون اختصرنا في بعض الأحيان ونحن نعرف أن رواية ورش من طريق الإمام الأزرق هي رواية غانية بأحكام التجويد وبالتالي لا نستطيع أن نحصلها يعني مئة بالمئة في حلقات معينة ومحدودة نعطي على سبيل المثال هناك باب لازم يطلعوا عليه كذلك طلبة القرآن الكريم ولقارئين القرآن وهو باب مخارج الحروف كذلك باب صفات الحروف لأن حتى باب هذا صفات الحروف هو باب الواسع كذلك باب مخارج الحروف هو باب واسع ولهذا ممكن بإذن الله تبارك وتعالى في يوم من الأيام ربما تسمح لنا الفرصة أن ننطرق لهذه الأبواب بشيء من التفصيل لأن هذه الأبواب لازم لها إمكانيات معينة إذن في حلقتنا الأخيرة هذه قلنا اقترحنا أننا ندروها حصة أداء يعني تلاوة القرآن الكريم من قبل أسامة وكذلك من قبل الشاب فاتح فاتح يحفظ القرآن الكريم بأكمله يعني عمره حال 27 سنة فاتح بارك الله وفيك متشرفين بحضورك معنا عدنا كذلك أسامة يعني هذا العام إن شاء الله يجوز شهادة الباكالوريا ويعني بصفة مني إلى المشاهدين الكرام يعني أسأل الله عز وجل أن يوفقه في شهادته وأن يحصل على نتائج جيدة حتى ينتقل إن شاء الله إلى الجامعة وإن شاء الله ندعو له كلنا بالتوفيق إذن قبل ما نبدأ في حصة الأذاء أو في قراءة القرآن ننبه لواحد الألفاظ الكلمات في القرآن الكريم حتى العلماء أو القراء يديروا باب واسع يسموه باب التحذيرات ما معنى التحذيرات؟ كاين بعض الأحيان طالب القرآن يجي في باله ويقرأ الكلمة يعني بطريقة جيدة وسليمة ولكنه يخطأ فيها بدون ما يشعر على لأنه قلنا كاين باب واسع يسمى باب مخارج الحروف وباب الصفات بعض الأحيان كاين حروف يعني حروف تلتقي في الصفة وتلتقي في المخرج ولهذا الإنسان لما يقرأ القرآن ممكن أنه يخلط فيما خارج الحروف يعني ممكن يدخلوا في حرف بدون ما يشعر ولا ينتق حرفه هو مستعلي ينتقوا بالاستفال أو العكس أنه حرف مستفيل يعني ينتقوا بالاستعلاء ولهذا نديروا حوالي دقيقتين فقط يعني التحذيرات من باب التحذيرات نقوله مثال الكلمة ويوم يعض الظالم ويوم يعض الظالم الضاد لموجود فيها عض ماذا هي الضاء لموجودة في الظالم نحن نقوله الضاد بلا إيشالة نقوله الضاء بالإيشالة شوفوا الضاد اللي بلا إيشالة كيف نقرأها المخرج تحى طرف اللسان أو حفة اللسان تلتسق مع الأدراس سواء الأدراس اليمنى أو السفلة نقوله الضاء بالإيشالة أما الضاء بالإيشالة شوفوا اللسان أو رأس اللسان كيفاش يخرج مع أطراف الثنائي العليا الض إذن كين فرق بين الضاد لبلا إيشالة وبين الظالب الإشالة ولهذا كي يمزع في الإنسان لما يقرأ يقول ويوم يعض الظالم معناه يقرأهم في زوج بالضاد ولا يقرأهم في زوج بالضاء بالإشالة إذن هذا التحذير هذا أمر مهم في تلاوة القرآن قولوا ويوم يعض الظالم مثال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ضهرك كي الناس تقرأ هكذا أنقض ضهرك وخلاص ماهم مش كيف أشخرج الضاد ولا الضاء لا الضاد والضاء عندهم فرق في المخرج أنقض ضاء اللسان ما يخرج في الضاد الأولى أنقض ضهرك اللسان يخرج في الحرف الثاني إذن هذا باب تحذيرات عدنا كذلك مثال خلق الإنسان من صلصال شوف حرف مستعلي يليه حرف مستفيل ثم حرف مستعلي ثم حرف مستفيل شوفوا الصل صال الصاد حرف مستعلي رأي في وسطها حرف مستفيل إذن الخطأ في القراءة واش يقول نقرأ خلق الإنسان من صلصال معناه يروح يغلط اللام اللام تروح في جرة حرف الصاد المستعلي معناه مدام الصاد مستعلي رح يزيد يغلط اللام هذا خطأ وإنما اللام مستفيل نقرأه بالاستفال كيف نقرأ خلق الإنسان من صلصال صا صا مدام مستعلي نقرأ صا وإنما اللام مدام مستفيل قل خلق الإنسان من صلصال كالفخار معناه كل حرف نعطيه يعني حده من مخراجه كذلك نعطه مثال آخر يعني باش من طولوش قال فذهب فإن لك في الحياة لا ميساس كين حروف تسمى الحروف الشفوية وهي الباء والميم والفاء عادة الباء أو الميم لما تكون في آخر الكلمة ويجي بعدها حرف الفاء عادة القراء يخطئون كين قل القراء ما مش القارئ الكبار لا كين قل القراء يعني إنسان طالب علم ولا قارئ للقرآن الكريم ولا أي إنسان عام هكذا إذن يخطأ وش يقول المثال قال فذهب فإن يقول قال فذهب فإن روح يضغم الباء في الفاء هذا خطأ هو علاش يضغمها هو بدون ما يشعر يقول كان يصحيح لا يضغمها لأنه الباء والميم والفاء عندهم نفس المخرج لهو الشفاء مادم عندهم نفس المخرجيين جميع يضغم حرف في حرف لا ما يشعر يقول قال فذهب فإن لك هي خطأ قال فذهب فإن لك لابد أن ينبين حرف الباء لأنه جاء بعده حرف الفاء لأنه الفاء والباء عندهم نفس المخرج وبالتالي يتعذر في كثير من الأحيان أنه إنسان يعني يخرج كل حرف من المخرجي كذلك الميم في الفاء أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الميم والفاء عندهم نفس المخرج لما جاء الميم ساكنة وبعدها فاء متحركة كاين بزاف ليقرأوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها معنى الميم يضغمها في الفاء وهذا خطأ خطأ نقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون المهم باش يكون في علمكم أن القراء وضعوا أبواب واسعة سموها باب التحذيرات معنى كاين كلمات في القرآن بعض الأحيان القارئ يجي في بالور ويقرأها بطريقة سليمة ولكن هو يقرأها بطريقة جيدة لماذا قلنا نحن طالب علم التجويد هو فرد عين معنى تطبيقه في الميدان يعتبر فرد عين أما تعلمه نظرين هو فرد كفاية ولهذا لابد لقرأ القرآن أن يتعلم أحكام التجويد حتى يجيد قراءة القرآن وقراءة سليمة إذن اليوم معنا طالب أسامة أتفضل القرآن ما تيسر من القرآن وممكن نستخرجوا الأحكام يعني اليوم ديروك خلاصة عامة يعني الشيء اللي قرأناه في خلال الحلقات الماضية يعني الحكم اللي نقرأوها نحاول نستخرجه تفضل أسامة أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان حسبك خلق الإنسان نحن تكلمنا على إخفاء النوس ساكينة لما يجي بعدها حرف من حروف الإخفاء لهو السين خلق الإنسان تفضل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطوف الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان بارك الله فيك هنا مثال وأقيم الوزن بالقسط ربما لما تكلمتكم عن تحذيرات يعني مستحيل أن نستحذر كل كلمات الموجودة في القرآن ولكن مع تلاوة القرآن نستخرجوا يعني كلمات لابد من القرآن أن يحذر في تلاوتها مثال عود الكلمات على القسط وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان وأقيم الوزن بالقسط مثال هذه قراءة خاطئة ما أقول بالقسط لأنه عندنا السين السين والصاد لماذا السين والصاد هم حروف الصافير صفاتها أنها من حروف الصافير معنى متشابهة في المخرج أس أس بعد أحيانا لما يقول الإنسان القسط يقرأ القسط خطأ وأقيم الوزن بالقسط ماشي بالقسط هذا خطأ شائع إذن عود صحنا للكلمة وَأَقِيمُوا الوزن بالقسط وَلَا تُخْسِنُوا الْمِيزَانِ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلَنَامِ فِيهَا فَاكِئَةٌ وَالنَّخْلُدَاتُ لَكْمَامِ وَالْحَبُّ وَالْعَصُفُ ذُرْ وَالْحَبُّ دُرْعَصْفِ وَالْرِّيحَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ حسبك إذن فَبِأَيِّ آلَاءِ هنا وش قلنا قلنا كينمد واجب متصل وآلاء هنا كينمد البادل وقلنا عنده ورش عنده ثلث حالات عنده القصر وعنده التوسط وعنده الإشباع وقلنا عادة لحنا نقرأ بالقصر علاش لتسهيل القراءة وليتسهيل الحفظ نعم خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّار صحة حسبك إذن خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ تكلمنا عليها كَالْفَخَّار هنا ما قلوش كَالْفَخَّار احنا شفنا في باب الإيمالة قولوا كَالْفَخَّار علاكَ الفَخَّار رغم أنه الخَا حرف مستعلي ولكن نجيب فيه الإيمالة هنا وش نسميه نسميه الآلف الممال الذي يأتي قبل الرأى المجرورة أو المكسورة شوف الفخَّاري هنا لما رأى جات مكسورة وجاء قبلها آلف فهنا كان إيمالة الفخَّار بس احنا كان جات الرأى مضمومة ما كاش إيمالة مثال وَبِيسَ الْقَارَار ما قولوش وَبِيسَ الْقَارِير علاه لأنه الرأى الأخيرة رأى مضمومة الإيمالة لما تكون الآلف الممال وبعدها رأى مكسورة تكون إيمالة لما تكون الرأى مضمومة أو مفتوحة ما تكونش الإيمال وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَالِجٍّ مِّنْ نَارِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ حسبك بارك الله فيك نتيح الفرصة كذلك إن شاء الله الفاتح يقررنا ما تيسر من كتاب الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذ من مقام إبراهيم مصلة حسبك إذن وإذ ابتلى إبراهيم هنا فاتح قرها بالإيمالة ما قلنا شو إذ ابتلى قلنا وإذ ابتلى علاش قريناها بالإيمالة قلنا الآلفات من ذاوات الياء كل آلف لما نصرفوها إلى المفرد المتكلم أو كل كلمة لما نصرفوها إلى المفرد المتكلم يخرجنا حرف الياء إلا وفي تلك الكلمة إيمالة مثال وإذ ابتلى لما نصرفها المفرد المتكلم مش نقول ابتليت معنى هذاك الألف يعتبر من ذوات الواء وبالتالي لما صرفتها خرجتنا الياء فهذه الكلمات تكون الإيمالة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ملاحظة كذلك قال ومن ذريتي هنا الإيمان بن الجزاري رحمة الله عليه يقولك وأخفي تكريرا إذا تشدد معناها الراء إذا كانت مشدودة لابد أن لا أكررها ما قولوش ومن ذريتي لأن الراء هي مشددة عبارة عن حرف ساكن يلي هي حرف متحرك نقول ومن ذريتي ومن ذريتي يعني ما نكررش لأنه كأقول ومن ذريتي معناها راني تقتح حوالي خمس حروف بلا ما فقط في حرف واحد مثال بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن خطأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم وصل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتيا للطائفين والعاكفين والركع السجود حسبك إذا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر فتحقرنا بطريقة سليمة ما قلناش طهر قلن طهر علاش طهر لأنه كل راء مفتوح يسبقها كسر لازم إلا ويجب ترقيق تلك الراء أن طهر بيتيا للطائفين واصل وإذ قال إبراهيم ورب جعل هذا بلدنا منا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله وليوم الآخر قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم أذطره إلى عذاب النار بارك الله وفك ركو وجهتنا الكلمة التي تكلمنا عليها قلنا تدخل في باب تحذيرات ثم أضطره الناس تقرأ أضطره هي خطأ ليس أضطره على عندنا الضاد وجام ورهطة على مدام الضاد والطائر مستعليان وعندهم كذلك يتقربان في المخرج كأن خطأ شائع أن الناس تضغم الضاد فالطاء هذا خطأ يقولك أضطره لا لا هي ثم أضطره ثم أضطره معنى هي بيهن الضاد بشكل سليم ويقرأ الطاء فضل وبيس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرن مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبك بارك الله وفيك فاتح ربي جزيك إن شاء الله بهذا نكون قد أتممنا مشوارنا في أحكام تلاوة القرآن نسأل الله عز وجل ونتضرع إليه قائلين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الحكيم وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بفضل القرآن اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضانا إيمانا واحتسابا سبحان ربك رب العزة عميسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنعم الله علينا بين كل العالمين رحمة منه وفضلا أذنه والمبين ركل الآيات هيا نحن نصغي في حفاوة ولتكن دوما نبيها عند تصحي الاتناوة أسعد الناس تقيهم يتغنى بالكتاب ترجمة نانسي قنقر